اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدا برنامجكم حديث عراقي قبل أيام أصدر المؤشر العالمي الجوع تمؤشر صدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية طبعا لا تعاون منظمة التغذية العالمية والغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة هو معهد إيرلندي ومعه منظمة ألمانية واصدر سنويا مؤشر عالمي للجوع في العالم يصنف دول العالم من هي فيها فقور ما فيها رفاهية هكذا فآخر تصنيف إلى اللي خرج المؤشر يقول أن العراق في المرتبة دعش عربيا بين الدول العربية دعش وعالميا ورقم سبعين يصنف العراق ضمن قائمة الجوع الأكثر خطرا على مجتمعاتهم الله أكبر هذا البلد الذي يملك المليارات الموازناته السنوية أكثر من 150 مليار دولار وبالتالي يصنف على أنه ومن قائمة الجوع الأكثر خطرا على مجتمعاتهم كم من الجوع وكم من الأذى وكم من السوء يتحمله أهل العراق عندما نتحدث ونقول أنه غالبية الشعب العراقي هم من الفقراء أطراف الحكومة وأطراف العملية السياسية يعني يزعلون ويشتمون لأنه هذا الكلام يمسهم وهو حقيقة عندما نقول أنه 13 مليون عراقي يأكلون من المزابق تحت خط الفقر يعني يكذبون هذه الحقيقة وهي حقيقة لا يمكن تكذيبها واقع الحالي أقول هكذا كم من الفقراء كم من المعتازين كم من المتسولين كم من العاطنين نعمل كل هذا كله موجود فهذا المؤشر يعني مؤشر العالمي للجوع اللي يصنف في العراق والمرتبة داعش عربيا لاحظ عربيا داعش عربيا يعني من اللي سابقتنا من اللي دول اللي سابقتنا إذا كانت دول الخليج العربي دول غنية ماشي خلاص سعودية وعمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات مو ذولة والباقي شنو الدول هاي الدول كلها قبلنا هاي كلها خمس دول طيب هل سوريا ولبنان وتونس والمغرب وهاي الدول ذولة أكثر من عندنا رفاحية وأكثر من عندنا مصائب وإحنا ثرواتنا هذه الثروات الهائلة فبالتالي هذا المؤشر العالمي للجوع يعني هاي المؤسسة المعحاد الدولي لبحث السياسات الغذائية يعتمد معايير معينة من ضمن هذه يعني ينظر إلى نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة فساد الذي يلازم حكومات الحكومات المتعاقبة هذا كلها يحسبها حسابه وبالتالي يطلع النتائج وهو خلال دراسة الوضع العراقي وجد ارتفاع أسعار المواد الغذائية نقص كبير بإمدادة القمح تزامن مع أزمة الجفاف التي تهدد العراق وجد نسوء التغذية في العراقين 16 فارزة 1% من العراقين يعانون من نسوء التغذية 16% أكثر من 16% من العراقين يعانون من سوء التغذية وجد هذا المؤشر حتى يطلع النتائج وجد أن 15% ونص من الأطفال من أطفال العراقيين يعانون من التقزم نتيجة الغذاء والحالة الصحية والحالة المناخية والحالة المعيشة يعانون من التقزم 15% أكثر من 15% حوالي 16% من أطفال العراق يعانون من التقزم 4% منهم يعانون من الهزال أو من الضياع منتهي يعني أطفال منتهي وذولا طبعا لأقل من 5 سنواتهم يتحدثون 2.4% من الأطفال يموتون أكثر من يعاني حوالي 3% من أطفال العراق يموتون قبل بالوقت من سنة 5 من العمر المؤشر تحديد مستوجوع في كل دولة طبعا هو هذا المؤشر استنادنا التقييم ومعدلات من أهمها نقص إمدادات التغذية السكان سوء التغذية لدى الأطفال وفيات الأطفال سوء الغذاء بالنسبة للأطفال صحتهم وعمارهم كل هذه يدرسها هذا التقرير صدر يوم 12 تشرين أول 12 أكتوبر 12 عشرة ويتحدث بهذا الشكل هل هذا التقرير يدل على أن هناك في العراق حكومة حكومة مسؤولة عن العراقيين تحب الناس وتدعي أنها ديمقراطية ومنتخبة من الشعب إذا كانت حكومة منتخبة من الشعب وكل هذه الأموال بيتها والشعب يعاني من هذه الكارثة والشعب من الشعوب التي في قائمة ضمن قائمة الجوع الأكثر خطرا على مجتمعاتهم فهي شون حكومة منتخبة من هذا الشعب كيف الشعب ينتخب حكومة تؤدي به إلى الجوع إلى الفقر إلى المرض إلى العوز إلى موت أطفاله هذه الكارثة هم يدعون أنهم ديمقراطيين والشعب انتخبهم والشعب يريدهم هذه محقيقة لأنهم لا ينظرون إلى الشعب ولا ينظرون إلى شيء إلا لكراسيهم التي تدر عليهم الأموال والمكاسب والمكتسبات هذه والهيبة وطائرات آخر موديل ومعرف منه سيارات آخر موديل وقصور وجناسي وبسابورتات في كل الدول وقصور في كل مكان هذا اللي موجود وأموال بالبنوك ومؤسسات وشركات هذا اللي كسبوا ولطوال 21 سنة واردات العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من النفط فقط أين ذهبت؟ الآن يعني صدعوا رؤوسنا بسرقة القرن وهي 2 مليار ونحن المبيوغ من العراقيين أكثر من تريليون دولار أكثر من ألف مليار دولار انباقت أكثر والراحة ما حد يدري دول عاشت من ورانا وأولها إيران اللي محاصرة وعايشة برفاهية وتبني ومدارسها ومعيشتها ونحن في سوق أسوأ ما يمكن ومدنة جنوبية من أسوأ المدن فقر واحدة من مدن الجنوب الديوانية أكثر مدينة فيها فقر أغلب أهلها من الفقراء اللي تحت خط الفقر وهكذا بالنسبة للمدن الأخرى وهذه الإحصائيات 16% من العراقين يعانون من سوق التغذية يعني خافصين سواء مطاعم وسواء مولاد ويصورون أن يخدعون الناس أن العراقين يأكلون ويشربون العراقي فاقد لكل شيء مع الأسف الشديد كل حقوق فاقدها حتى حقه في الحياة الواحد عشرين سنة اللي مضت لو نأتي الآن إلى جرد حساب وندرس ما الذي يقدموه لنا يعني ما الذي يقدموه هؤلاء للعراق طوال الواحد عشرين سنة هكذا لنتحاسب نضع الدفاتر أمامنا وليقولوا لنا ماذا قدمتم للعراق غير القهر والموت والفقدان ما كو بيت بالعراق ما فقد أحد من أولاده من أهله ما كو بيت خلال الواحد عشرين سنة غيم وقهر وأمراض وأذية وسوء وتخلف ودراسة في أسوأ ما يمكن الخدمات الصحية في أسوأ ما يمكن الخدمات العامة في أسوأ ما يمكن الأمن غايب الاستقلال السيادة كل شيء غريب عجيب والمجتمع تمزق هذا سني وذلك شيعي وهذا كردي وهذا عربي وخلية الناس تتذابح مع بعضها هذا اللي كسبنا هي هذه الرسالة التي جاءت بها أمريكا للعراق نعم هذه هي الرسالة وجاءوا بهؤلاء ليحموا هذه الرسالة السيئة والوجه السيء للحياة في العراق الحقيقة والواحد عشرين سنة التي عاشها العراق في ظل هؤلاء لم تمر على أهل العراق من آلاف السنين لم يمروا بمثل هذه الفترة العصيبة وجرد الحسابات يؤكد هذا الموضوع من يشكك فيه هذا الموضوع ليضع الحسابات وليحسبها بالأرقام واحد اثنين عشرة ويحسبها ويحسبوا التاريخ وقرنها والتاريخ وليرى ما الذي حصل خلال واحد وعشرين سنة هذا ما لا علاقة بسني وشيعي نظام سابق ونظام لاحق ما لا علاقة لا علاقة بما يشهده العراق العام واقع الحال هذا الوضع الذي جاء به الاحتلال وجاء بمن يرعون مشروع الاحتلال هذا مشروع الاحتلال مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى عزا المشاهدين اترككم بخير والتخذكم في حلقة اخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة